في محاولة للتأقلم مع النظام المعاشي الجديد الذي فرضه كورونا على العالم افتتح طلاب جامعة في لبنان أول مطعم افتراضي يمكن عبر وصل المدعوين مع بعضهم البعض عبر الانترنت التفاصيل مع غنوة يتيم يتقمص أنتوني دور البروفيسور في كازا دوفابتال ويشن هجوما مع زملاء له على أول مطعم افتراضي في لبنان زملاء الدراسة قرروا تحويل فكرة هذا المطعم إلى حقيقة بعد تخرجهم فأقاموا أول حفل عشاء داخل مطعم رمموه في حرم جامعة الحكم التي دمرها انفجار بيروت ومع جائحة كورونا أتت هذه الفكرة لاستضافة أقل عدد من المدعوين داخل المطعم فيما شاركت ثلاثون عائلة طعام نفسه واستمتعت بالعروض الفنية ذاتها ولكن من خلف شاشات منازلها بدير الأشخاص ما تجي لعنا على المطعم نحن نروح لعندهم على بيوت تبعهم وعم نعطيهم نفس الطعام ونفس المشروب وحتى كل شي بيختص بالكتلريز السيلفر وشاينا وير كل يتون موجودين كمان بيقى البيتون وعم بيكون الطالب موجود عندهم عم بيعمل السرفيز بالانترتينمنت بس تطلعي فيرتويل عالم عم بتحضريك لايف منا بالرستوران هون إذا كانوا برستوراه هون فيه ناس يتفرجوا عليها فيه ناس يتلعوا فيها في من يحكوا معهم هوني قاعدين بالبيت لحالهم العالم فبن يحضروا انترتينمنت ممنوع يزهقوا بدي يكون فيه سينجي بدي يكون فيه رأس بدي يكون فيه تمثيل بدي يكون فيه شوز بدي يكون فيه بارش بدي يكون فيه حركة عطور ودسمي بتكون ماكسموم سياسة عربع هلأ طلعنا بالأكازة لأنه لأكازة في كتير مشاهدة حمسية وحلوة اللي بيعملوا إيفان بيكونوا behind the scene يعني نحن بنجيب انترتينمنت بنجيب المثلين بنجيب أحد يغني هيك بنكون عملنا إيفان بنت العادي بس هالسنة ما بتعفف ما فيه مصاري وهمنا نجيب حدا يمثل وهمنا نجيب من يرؤوس فاللي عملنا أنه نحن تمرنا عن رأسه على الضفة الأخرى وصل جاد لتقديم خدماته الفندقية داخل هذا المنزل تم دعوة الأصدقاء للاستمتاع بهذه التجربة هنا كان الطعام حقيقيا أما افتراضية مشاركة تفاصيل الحفل فلن تقلل من سعادة المشاركين كان كتير شي جديد بيختلف عن أكيد عشاء عادة إجا شخص يخدمنا وكان يتفكرة حلوة نحن كان فيه انترتينمنت كان فيه أغاني ورأس وأنه نحن قاعدين وكل شي عم بيجل عنا فعنجد حسنا حالنا بمطعم بس أنه بمحال كتير فاميلير لأنه غيرت كورونا من عادات المجتمعات ومع بداية اختفائها قد يحافظ العالم على الكثير من القوانين التي فرضتها الجائحة غنوية تيم العربية بيروت